أختي عبد الرحمن تقول في شخص عليه ديون ولكنه يتبرع للمرضى يتبرع للمديونين مثلا فيقال له يعني سد ديونك يقول لها الصدق أنفع أختي معبد الرحمن بارك الله فيك أولا بالنسبة للديون هذه مما نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام إلا لضرورة أو حاجة ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يذل نفسه قالوا يا رسله وكيف يذل نفسه المسلم نفسه قال يذهب فيستدين أو يقترض ولذلك العرب تقول الدين هم بالليل وذل بالنهار وبالنسبة للإنسان الذي اقترض فإن ذمته مشتغلة بهذا الحق حتى يؤديه ولا يمكن أن تبرأ الذمة إلا بأحد شيئين إما بأداء الدين وإنهائه وإما بإسقاطه من قبل من قبل صاحب القرض أو صاحب الدين وأما أن يذهب الإنسان فيتصدق وعليه دين لا شك بأن هذه مخالفة شرعية فالواجب مقدم على المسنون الصدق سنة وسداد الديون واجب ولا يجوز له أن يقول والله لا أنا الصدق أنفع حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة ولذلك حقوق العباد المالية مقدمة على حق الله المالي لاحظ كيف حقوق العباد المالية مقدمة على حق الله قال العلماء لأن حق الله المالي مبني على المسامحة مبني على العفو حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة ولذلك ما يجوز للإنسان يقول والله أنا تصدق الصدق أنفع وعليه دين ما يصلح هذا أما يقول لا أنا أتصدق بريال لأن هذا صاحب الدين وش يبغى في الريال عليه مبالغ بالريال ما خالف طيب لأن هذا يسير أما كلما اجتمع عنده مبلغ لا تصدق فيه على فقير ولا أروح أعطيه لمريض هذا لا يجوز له وعليه أن يراجع نفسه وأن يعلم أنه بمثل هذه الحالة يعني وقع في أمر عظيم ويجب عليه أن يبرئ ذمته ما يدري متى يلقى الله عز وجل ولذلك يبرئ ذمته مما اشتغلت به من حقوق العباد موسيقى موسيقى